ترشحنا الأول في سوق الألقاس هذا الأسبوع حيروح للفيلم الألقاسة اللي من بطولة النجم الألقاسة اللي مسجل 33% على موقع الطماطم المألقاسة اوعوا تدخلوا اوعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحات أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2018 في البداية حابب أجدد شكري لدعمكم وتشجعكم المستمر الحلقات مهدي يحبذ وحلقات فيلم جامد وأتمنى أنكم تستمروا في دعم الحلقات بأنكم تعملوا لايك وشار لو عجبوكم وأنكم تفتكروا وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين يعني لو في الحلقة دي نعدي الألفين لايك حكون في منتهى السعادة ويلا بقى ننجز في موضوع 300 ألف مشترك أنا عاوز من الأسبوع اللي جاي أبتدي أزن في الربعمية بس كده ويلا بينا نبدأ ترشحات السنمة الأسبوع ده فيها تلات أفلام والتلاتة ليهم أسباب وجيهة جدا للأهمية وأولهم هو الفيلم كوميديا رومانسية خفيفة ولو شفتم التريلر أعتقد أنها حتعجبكم بس طبعا مش ده السبب اللي بيخلي الفيلم مهم سر أهمية الفيلم تكمن في أنه أول إنتاج أمريكي من ستوديو كبير بفريق بطولة أغلبيته الكاسحة من الممثلين الأمريكيين الأسيويين الفيلم مسجل 93% على الروتن توميتوز ومحقق إرادات تخطط الـ 230 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه كلها على بعضها 30 مليون بس وبدأ العمل بالفعل فيه تحضير الجزء الثاني منه وعشان كده ضروري حيكون في أجندة مراجعات فيلم جامد الأسبوع ده الترشيح الثاني هو الجزء الثاني في أحد أهم سلاسل أفلام رعب السلاشر في التاريخ وهو فيلم هالوين سلسلة هالوين بدأت بفيلم آيكوني سنة 1978 جر وراء تسع محاولات لحل بالنجاح بتاعه محققوش أي نجاح فني يذكر لحد لما وصلنا للفيلم رقم 11 اللي بنرشحه النهاردة الفيلم ده بيمحي تماما أي أثر لأي فيلم من بعد الفيلم الأول يعني ده جزء تاني مباشر للفيلم الأول الفيلم محقق نجاح تجاري كبير ونجاح نقدي معقول ب79% عن روتين توميتوز وأنا عن نفسي متشجع جدا لمشاهدته ومراجعته أما الترشيح الثالث والأخير فهو لفيلم كينج أوف تيفز من بطولة مايكل كين وعدد كبير من النجوم المسنين الفيلم بيدور عن أكبر عملية سطو في تاريخ إنجلترا واللي حصلت سنة 2015 على يد مجموعة من المجرمين المخضرمين التريلر بتاعت الفيلم شفتها الأسبوع اللي فات وكانت جمدة جدا بس مشكلة الفيلم الوحيدة إن استقباله النقدي للأسف ضعيف ومسجل 29% بس على روتين توميتوز فيمكن أنا عن نفسي ملحقش أشوفه في السينما ولكن لو حد من حضراتكم عنده وقت وملوش في رعب هالوين قوي فممكن ده يكون اختيار مناسب بالنسباله في حلقة الأسبوع اللي فات سألتكم لو أفضل نخلي في موضوع موحد للترشحات المنزلية ولا أفضل نخليها ترشحات عشوائية والنتيجة كانت ميلة نحية الموضوع الموحد بس مش حاسمة قوي الصراحة ناس قالوا كده وناس قالوا كده ودول قالوا أسباب جيدة ودول قالوا أسباب جيدة ففي حلقة النهاردة حنرجع للترشحات العشوائية ويريد بقى تحسموا الموضوع في التعليقات المرادة عشان نثبت الشكل من الحلقة اللي جاية الترشيح المنزلي الأول حيروح لفيلم جات لي عليه طلبات كتيرة في الفترة اللي فاتت وهو الفيلم المفاجئ المستقل ماندي ماندي هو فيلم مجنون من بطولة نيكلس كيج وأجن حاجة فيه إنه في وسط مستنقع أفلامه مسجل 93% على روتين توميتوز الفيلم أنا لسه ما شفتوش ولكن أمام الطلب الكتيف اللي عليه فغالبا إن شاء الله حيكون المراجعة القادمة على فيلم جامد قبل ما نروح للأفلام اللي في السينما تحذير مهم بس الفيلم ده عنيف وده موي شوية بزيادة حسب ما قريت وشفت في التريلر يعني الترشيح التاني لفيلم برضو لسه ما شفتوش وهو ترشيح منطقي قوي الصراحة لفيلم هالوين الأول الفيلم ده هو اللي قاد مسيرة أفلام السفاح أبو سلاح أبيض أو السلاشر اللي اتأسست في الأصل على يد ألفريد هيتشكوك من خلال فيلم سايكو وهو فيلم مهم وصاحب مكانة جيدة جداً ومسجل 95% على روتين توميتوز والحسن الحظ هو الفيلم الوحيد اللي محتاجين نشوفه عشان نعرف نتابع الجزء الجديد اللي موجود في السينما دلوقتي الترشيح التالت لأحد الأفلام الكلاسيكية في عمليات السطو بمناسبة كينج أوف تيفز يعني وهو فيلم The Hot Rock الفيلم من بطولة روبرت راتفرد اللي ليه فيلم تاني على عمليات السطو والنصب اسمه The Sting لو تفتكروا غالباً رشحناه في أول حلقة في تاريخ البرنامج فيلم The Hot Rock يتميز بأن نسبة الكوميديا فيه مرتفعة شوية وهو حقيقي من أظرف أفلام الجريمة اللي شفتها في حياتي الفيلم من إنتاج سنة 1972 وأتمنى أنه ما يكونش صعب أن حضراتكم توصلوله نفضل برضو مع روبرت راتفرد في الترشيح الرابع ونفضل برضو مع البطولات الجماعية في أفلام عمليات السطو مع سنيكرز الفيلم من إنتاج 1992 وبيشارك في بطولته بين كينغسلي، سيدني بواتيه، دان إي كرويد وديفيد ستراتيرن عملية السطو اللي في الفيلم ده مش كلاسيكية قوي لأن في الوقت ده كان بدأ يظهر مفهوم الهاكينج كفكرة درامية محدش عملها قبل كده بس عموما الفيلم ممتع وفيه قدر معقول من الكوميديا برضو وفيها عملية تتبع من أفضل ما شاهدت في أي فيلم على الإطلاق الأسبوع اللي قبل اللي فات كنت رشحت فيلم مستر هولنز أوبس من بطولة ريتشارد جيفس وجات لي ردود أفعال إيجابية من اللي شافوا الفيلم عشان كده في الترشيح المنزلي الأخير هاختر لكم أفضل فيلم ليه على الإطلاق في رأيي وهو فيلم The Good Bye Girl من انتك سمت 1977 الفيلم ده على فكرة هو اللي مأخوذ عنه فيلم غريب في بيتي بتاع نور الشريف وسعاد حسني مع بعض الذكاء في الاقتباس طبعا مش زي اللي معرفش إيه اللي بيحصل اليومين دور الفيلم جميل جدا ورقيق جدا وكوميدي عن جدارة في أوقات كتير وأداء ريتشارد جريفس فيه خيالي بدليل إنه كسب عنه أوسكر أفضل ممثل في دور رئيسي متفوقا على جون ترافولت في ساتردي نايت فيفر وعلى وودي آلن في آني هول عشان نبقى فاهمين بس يعني ده كل اللي عندي في ترشيحات الأسبوع ده أتمنى إنها تنال إعجابكم وياريت شاركونا في التعليقات بأي أفلام حلوة ومش مشهورة ممكن تكونوا شفتوها الأسبوع اللي فات ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي